انطلاق مشاورة الحوار مباشرة عقب دعوة الرئيس المنتخب عبد المجد تبون لفتح قنوات التشاور مع الحركة الشعبية يؤسس لخريضة جديدة يسعى من خلالها رئيس الجمهورية لإظهار صورة جديدة للجزائر الديمقراطية بعد رئاسيات الثاني عشر من تيسمبر ليس فقط تعديل قانون الانتخابات بل تغيير الإطار الانتخابي بما يخدم الجيل الجديد بما يخدم طبقة سياسية جديدة يعني أن يكون فصل ما بين السياسة وما بين المال حتى أن الرئيس دعا بصفة رسمية إلى تمويل الحملات الانتخابية للشباب الذين يترشحون للمجالس المحلية والمجالس البلدية من أموال الدولة حتى لا يدخل المال الفاسد لا تدخل بعبارة صريحة شكرة في الانتخابات يبدو أن معالم الحوار ستتضح في غضون الأيام القليلة القادمة خصوصا وأن طرفا مهما في الحراك الشعبي عازم على تقديم أسماء تمثله للمشاركة في مشاورات لم يتحد تاريخها بعد يختار الكفاءات التي تكون قادرة على أنها تحل الأزمات في مختلف القطاعات خاصة أن يركز على الشباب الأولوية للشباب وإحنا احتبرنا على أنه خلال التحاق بنا عاودوا قدمونا المطالب من إنشغالات عن الناس اللي ما زالوا في الحراك فكانت عنا نظرة وهما هذا الشباب الآن رهم في اتصال مع زملائهم اللي يبقى في الحراك سياسة اليد الممدودة من أجل حوار جاد للانتقال من قوة رفض في الشارع إلى قوة اقتراح ومشاركة في دوائر الصناعة القرار قد تكون بمثابة خريطة طريق للرئيس مستقبلاً خاصة في الجانب السياسي فمخرجات الحراك ومطالبها هي حلول توفقية تكون نقطة قوة بالنسبة للرئيس الجديد